مجزو ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزارة السياحة والأثار وخلال اجتماعا أكد مدبولي الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة السياحة والأثار لتطوير المنتج السياحية بالقاهرة وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة موقف تشغيل التجربية للمتحف المصري الكبير وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف ذلك تمهيدا لجهزية هذا الصرح الحضري للافتتاح الفعلية في أقرب وقت تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعية وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم وتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم حيث تقدم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثالث التنوي العام والفني وكذلك محو الأمية وتعليم الكبار وجه رئيس بجلس الوزراء مصاف مدبولي بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية والبدء على الفور في تنسيق معل التحدي الأوروبي ذلك بهدف الترويج لهذه الفرص خاصة في القطاع الصناعية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهده العلاقة المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي وكذا متابعة الترتبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل بحث وزير الخارجية سمح شكري ونظيرته اليابانية يوكو كامي كاوا تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل توصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وخلال الاتصال الهاتفي أكد شكري مجددا على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصرية لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأي اكتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية من جانبها أكدت كامي كاوا على حرس اليابان على استمرار وثيرة التشاور والتنصيق مع مصر بشأن هم القضايا الإقليمية والدولية مشيرة إلى تقدير بلدها للدور المحوري الذي تقوم به مصر للوسطة بين الأطراف بهدف التوصل إلى هدنة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وكذا دورها الرائد في تأمين تضفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع هنأ وزير الخارجية سمح شكري رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى وخلال الاتصال الهاتفي أكد شكري التزام مصر الرأس اختجاها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مشددا على مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ تهدئة في قطاع غزة والحد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وجدد الوزيران التأكيد على حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة فضلا عن تنسيق الجهود لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضوياتها الكاملة داخل الأمم المتحدة من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطينية حرصه على التنسيق مع مصر لوقف الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة معربا عن تقديره للدور المحوري الذي طلعت به مصر منذ بدء الأزمة أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد ثلاثة وثلاثين ألفا وسبعة وثلاثين فلسطينيا وإصابة خمسة وسبعين ألفا وستمائة وثمانية وستين خلال العضوان الاسرائيلي على القطاع منذ سبع من شهر أكتوبر الماضي وفدت السلطات أن نحو اتنين وستين فلسطينيا استشهدوا وأصيب تسعون أخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية كشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى عن فضائع ومخالفات قانونية وغير إنسانية ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت لبتر أطراف بعضهم بسبب تجبيلهم بالأصفاد طوال الوقت وأوضح الطبيب أنه يتم تغذية الأسرى داخل المستشفى الميدانية بطرق مسيئة إضافة لإجبار الأسرى الفلسطينيين على استخدام الحفاظات بدلا من قضاء حوائجهم في دورة المياه أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه من المتوقع صدور نتائج التحقيق في الغارة المميتة على قافلة الإغاثة في غزة في الأسابيع المقبلة يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلية يواف جالانت خلال اتصال هاتفي أن حدثة قتل عمال الإغاثة بغزة تعزز المخاوف بشأن اكتياح رفح الفلسطينية في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن سيتحدث هاتفيا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من المرجح أن يطرح بايدن الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعملين في المساعدات الإنسانية وزيادة شحنات المواد الغذائية إلى القطع انضم ثلاثة قداء سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من ستمائة من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وقال القضاء إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطع غزة وكذلك لانتهجات الجسيمة للقانون الإنسانية الدولية معربين عن قلقهم من أن الحكومة البيطانية فقدت بصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية أفاد موقع كالكالست الإسرائيلية بأن 28 من رجال الأعمال وقادت لاقتصاد الإسرائيليين قدموا التماس للمحكمة العليا لعزل نتنياهو وأوضح الموقع أن المتمسين للمحكمة العليا أكدوا أن نتنياهو غارق في تضارب المصالح بشأن إدارة الحرب وضيفين أن لنتنياهو مصلحة في إطالة أمد الحرب ذلك للتهرب من المحاكمة الجنائية أفادت هيئة البت الإسرائيلية بأن المنظومة الأمنية فعلت أو فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع جي بي أس في عموم إسرائيل وأوضحت الهيئة أن التشويش يأتي في إطار الاستعدادات للرد الإيراني وإطلاق مسيرات وصواريخ موجهة نحو إسرائيل يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أنه تم إلغاء كل الإجازات في الوحدات المقاتلة في الجيش تحسبا لأي رد إيراني اعتبر الكريملين أن حلف شمال الأطلسائي النيتو مشاركا في حرب أوكرانيا وأوضح الكريملين في بيانا أن حلف النيتو يستمر في تقدمه نحو حدود روسيا لفتا إلى أن العلاقات بين موسكو وحلف النيتو أنزلقت إلى مستوى المواجهة المباشرة أحيى وزراء خارجية حلف دول النيتو الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه في بروكسل وأوضح الأمين العام لحلف النيتو يانس ستولتنبرد خلال كلمته أن أوروبا تحتاج للولايات المتحدة من أجل أمنها مضيفة أن الحلف ساعد على نشر ديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا هذا وقد اتفقت دول الأعضاء في الحلف المؤلف من 32 دولة على البدء في تخطيط للقيام بدور أكبر في تنصيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساعدتها قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن المستوى الحالي من الدعم من شركاء أوكرانيا لا يرقى إلى ما هو مطلوب لمعالجة حجم الحرب المستمرة بشكل فعل وطلب كوليبا الغرب بصواريخ باتريوت مضيفا أن إنقاذ أوكرانيا يعتمد على توفر صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوية الأخرى الرسالة الرئيسية اليوم ستكون صواريخ باتريوت لأن إنقاذ حياة الأوكرانيين وإنقاذ الاقتصاد الأوكراني وإنقاذ المدن الأوكرانية يعتمد على توفر صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوية الأخرى في أوكرانيا نحن نتحدث عن صواريخ باتريوت لأنها النظام الوحيد الذي يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية أعلن الجهاز المكزي لتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة عجز الميزان التجاري إلى اثنين وثمانية من مئة مليار دولار خلال يناير من عام الفين واربعة وعشرين وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة خمسة عشر وستة من عشر بالمئة لتبلغ ثلاثة فاصل ستة واربعين مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل أربعة فاصل عشر مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق مشيرا إلى تراجع قيمة الوردات بنسبة خمسة وعشرين فاصل ثلاثة من عشر بالمئة حيث بلغت خمسة فاصل أربعة وخمسين مليار دولار خلال شهر يناير الماضي ذلك مقابل سبعة فاصل اثنين واربعين مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق مشاهدين نهاية مجزة ثالثة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة